السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أننا في آخر الزمان ستنقلب الأمور والحقائق يعني نرى أشياء ليست الحقيقة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح قال سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل ومن رويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة وفي رواية السفيه يتكلم في أمر العامة وهذا ما يحدث في هذا الزمان ووضح النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كما عند أحمد بسند صحيح فقال صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع ابن لكع يعني حتى يصير نعيم الدنيا وملاذ الدنيا والوجاهة والشهرة في الدنيا لإنسان لكع ابن لكع وفي رواية عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس أفعل تفضيل حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع طب يا شيخ محمود عايزينا يا رباء من هو اللكع ابن لكع؟ اللكع ابن لكع هو الإنسان الرضيء الذي لا يحمد على خلق أبدا عيازا بالله إنسان سيء في كل شيء إنسان يحمل كل الصفات السيئة لا دين ولا أخلاق ولا مرؤة ولا أي شيء يعني اجتمعت فيه كل الخصال والأخلاق السيئة اللي في الدنيا اجتمعت فيه إنسان واحد هو ده لكع ابن لكع يصبح أسعد الناس بالدنيا بيقدر إن هو ينافق ويداهن ويتسلق ويتملق عشان يوصل لمنصب كبير أو يوصل للشهر أو يوصل للمال أو يوصل للتلاتة حتى تمام فتلاقيه أكتر واحد عنده أموال لا تعد ولا تحصى راكب 8-9 سيارات من أفخم السيارات عنده فيلال وقصور وشالهات في كل مكان ويصبح هذا الإنسان هو أسعد الناس بالدنيا لأنه عارف يوصل الله إزاي من خلال النفاق والتسلق والتملك وبيع الدين عيازا بالله وأن يعني يضحي بكل أخلاقه من أجل أن يصل إلى تلك الأشياء ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يتكلم عن قبض الأبانة في آخر الزمان قال حتى يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان الله أكبر وهو هذا الواقع الذي نحن عيشينه في عصرنا ورب الكعبة يا ما شفنا ناس بتوصف بأعظم الأوصاف يقول لك المفكر الفلاني والأديب الفلاني والإعلام الفلاني ومش عارف إيه الفلاني تمام وهو قد يكون من أفسق الناس ومن أفجر الناس وأقلهم دينا وأمانة وخلقا وقد يكون عدوا للإسلام والمسلمين بل يحارب كل فضيلة ويشجع على كل رضيلة ولا حول ولا قوة إلا بالله أنت بقى كمسلم وانت كمسلمة ما تزعليش وما تزعلوش لما تلقوا الدنيا كلها ريحة لهذا الصنف لأن في النهاية هي دنيا هي دنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة أي ورب الكعبة ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما أو متعلما والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع تعالوا حبيب نكمل هذه العلامة من علامات الساعة الصغرى ألا وهي أن يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع بعض الناس بيتأثروا يقول لك بقى معقولة فلان ده اللي بيحارب دين ربنا اللي ما عندهش أخلاق والعنده ضمير والعنده أمانة دوت يكون في أعلى المناصب وفي تلك الشهرة وتلك الأموال وانا صاحب الدين والخلق أعيش الحياة الرديئة أو الحياة البسيطة ديت أقول لحضرتك احنا مش حسن من النبي محمد سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم كان النبي ينام على الحصير حتى يؤثر الحصير في جنبي فيقول له ابن مسعود يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء يعني فراشا لينا فيقول صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها بل يدخل عليه عمر بن الخطاب في يوم الأيام رضي الله عنه وأرضان ويجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما على حصير وقد أثر في جنبه أيضا فأقول له يا رسول الله يا رسول الله كسرى وقيصر في الديباج والحرير وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا فقال له أفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة أو ولنا الجنة هكذا وضح النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان يعيش حياة بسيطة جدا وبعض الناس كان بيظن أن النبي فقير النبي عمره ما كان فقير النبي كان بيأتيه الأموال لكنه كان لا يدع المال عنده أبدا بل كان يفرقه يمنة ويسرة في كل أوجه الخير وفي مساعدة الفقراء واليتام والمساكين والأرامل بفضل الله سبحانه تعالى ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لو كان عندي مثل جبل أحد ذهبا ما وددت أن يمر علي ثلاثة أيام إلا وأن أفعل به هكذا وهكذا وهكذا يعني أوزعه على كل الناس اللي حوالي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم الذي ما شبع من خبز الشعير ولا رضيء طمر ثلاثة أيام متتابعة صلى الله عليه وسلم الذي ربط على بطنه حجرا من الجوع في يوم الخندق صلى الله عليه وسلم الذي كان أكثر دعائه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا أي ما يكفي لقوت اليوم ولا يفيد الذي مات ودرعوه مرهونة عند رجل يهودي على ثلاثين صاعا من شعير بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم فمحدش فيكم يزعل لما نشوف السفهاء ونشوف هؤلاء الذين يحاربون دين الله عز وجل هؤلاء الناس الذين لا دين لهم ولا أخلاق ولا أي شيء يعترون أعلى المناصب ويشتهرون بين الناس ويركبون أجمل السيارات ويسكنون أجمل القصور أما طرد أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة فلا بد أن نثبت على ديننا وعلى أخلاقنا وعلى مبادئنا الإسلام يعلمنا ألا نتنازل عن شيء من المبادئ ولا الأخلاق ولا العقيدة ولا الدين أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى المحترم بيفضل محترم العمر كله ما علينا إلا أن نسير على النبعين الصافي يعني الكتاب والسنة ونسأل الله عز وجل الثبات وهذه كانت أكثر دعاء النبي صلى الله وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وفي النهاية يوم الإيامة مع أول غمسة في جنة الرحمن سننسى كل شقاء وبلاء فكيف بمن يقيم في الجنة إقامة خالدة في جنة عرضها السماوات والأرض قال عنها جل وعلا كما في الصحين أعددت العبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر جمعني الله وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى فحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته